فهو احنا هنحارب يعني المشاهد اللي حصلة في مصر بعد عشرة مايو لان احنا عدنا اول تلات ايام كده في وضع بائس جدا احنا هنحارب يا جماعة مصر هتحارب اسرائيل مصر قربت انها هتحارب اسرائيل الحقيقة انه التقارير والاخبار بتقول ان في حاجة بتحصل ما حصلتش يمكن من ايام كان بدايفيد 79 والستريت جورنال بتقول هجوم رفح الاسرائيلي يعرقل خمسة واربعين عاما من السلام مع مصر تكلم والستريت جورنال على فكرة انه القاهرة بتدرس خفض التمثيل الدبلوماسي العلاقات الدبلوماسية وايضا الانضمام لدعوة قضائية امام المحكمة تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم ابادة جماعية وبيتكلموا في الولستريت جورنال انه العلاقة وثيقة بقى لها خمسة واربعين سنة لكن الحقيقة المواجهة الحالية بدأت لما اسرائيل بلغت مصر بالعملية اللي عملتها يوم 7 مايو قبلها بساعات فقط مصر رفضت التعاون مع اسرائيل بعدها واصبح القصة دلوقتي اصبحت على صفيح ساخن بين البلدين وبيقولوا نقطة مهبة قوي ادى استلاء اسرائيل على معبر رفح الى ازالة احدى نقاط نفوذ البلاد على حماس ووسيلة رئيسية لاذهار تضامنها مع الفلسطينيين كما يقول المراقبون من كلا الجانبين وبالتالي احنا امام وول ستريت جورنال اللي بتقول ان مصر يمكن تعلق العلاقات مع اسرائيل شاثام هاوس وهو واحد من اهم مراكز الدراسات في بريطانيا نشروا الحقيقة تقرير مبارح بيتكلم عن ان عملية رفح تشكل تهديدين رئيسيين لمصر تهديد الاول هو النزوح الجماعي سيناريو التهجير واللي مصر اعتبرته انه خطة احمر وانه النزوح الجماعي او التهجير لم يكن اكثر واقعية منه الان خصوصا وان اسرائيل سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بيقولوا انه مصر بتتبنى استراتيجية الاحتواء تصعيد الضغوط الدولية على اسرائيل من خلال اشترات اعادة فتح معبر رفح انسحاب دي مطالب مصر انسحاب الاسرائيليين من المنطقة اعادة السيطرة على المعبر الى الفلسطينيين ضمان استمرار تدفق المساعدات من معابر اخرى تحت السيطرة الاسرائيلية مصر اظهرت جدياتها تتكلموا على الخلاف هنا في شاتم هاوس لما اعلنت دعمها القضية جنوب افريقيا اسرائيل مندهشة من الموقف الصارم لمصر ولكن وفقا لشاتم هاوس فدي دهشة غير مفهومة اي اتفاقات بشأن المعبر ستنهار تحت وطأة السيطرة الاسرائيلية تفتيش المساعدات المصرية من قبل الاسرائيليين سيكون كابوسا سيكون على المسؤولين المصريين التعامل مع الغضب الشعبي الجامح يدرك المسؤولون المصريون ايضا انهم يحظون بدعم نظرائهم الامريكيين هذه هي المرة الاولى التي تتوافق فيها وجهات النظر الامريكية مع المصالح العربية بعدين بيكلم التقرير ان التهديد الاخر لمصر هو داخلي ازاي؟ من بداية الحرب كان النظام المصري بيراقب ردود الفعل في الشارع خصوصا ان فيه ازمة اقتصادية خلفت قدر كبير مغوط على الشعب المصري بيقولوا ان المسؤولين في مصر عارفين ان الحرب دي ممكن يعني تفجر الاوضاع وتخرج غضبا خفيا الى السطح قالوا ان المظاهرات المؤيدة لغزة خرجت عن السيطرة تحولت لهتافات ضد السيسي وكان ده درس انه تسليح الشارع هو لعب بالنار ويمكن ان تكون له عواقب وخيمة بيتكلم بعد كده ان الاستراتيجية اللي بتتبنىها مصر استراتيجية سطحية وذات تأثير محدود لان التهديد مرارا وتكرارا بتعليق معاهدة السلام من شأنه ان يقلل مصداقية مصر خاصة عند تضخيم التهديدات دون الاستعداد لدعمها باجراء تصعيدية حقيقية يعني مش بياخد القرار التصعيدي في الوقت المناسب بياخده متأخر اوي فلا يتناسب مع الفعل الموجود وفي الاخر اصلا بيفضل يلوح به من غير ما ياخد القرار فبيفقد الموقف المصري المصداقية وبيضعفه بشكل كبير جدا لكن الحقيقة شاتم هاوس بتختم بنقطة مهمة اوي وهي دي يعني يمكن اهم محور هتناقش فيه معظيفي بعد قليل انه ينبغي عدم الاستهانة بتحفظ مصر وهدوءها ترى مصر ان اتفاق وقف اطلاق النار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأذق المصريون حفظوا على ضبط النفس لكن لا ينبغي ان يؤخذ على انه امر مضمون اذا امر نتنياهو بغزو رفح فقد لا تجد مصر اي خيار سوى الانتقال للعمل الحقيقي وقد يؤدي هذا الى تقويد العلاقات وكل ما حققته معاهدة كامب ديفيد لسنوات قادمة اضف هذا التقرير الى تصريحات سامح شكري منذ قليل اللي هاجم فيها اسرائيل واعتبر ان المعبر فعلا يعني محتل من قبل اسرائيل وان هي السبب في اغلاق المعبر والسبب في عدم دخول المساعدات وحتى في اتهمها بلاي الحقائق